السلام عليكم ورحمة الله بركاته. اهلا وسلام بكم. معكم دكتور حسيم الاجيزي. هنكمل كده مراجعة مع بعض لاهم النقاط بامر الله. اللي ان شاء الله بازن الله بتتكرر كتير في امتحان النظري. هنتكلم عن كل موضوع كده هنركز على اهم النقاط. دي مراجعة كده سريعة. اكتر او اشهر اسئلة او بتيجي في الامتحان عادة بعمر الله في الامسي كيو. هنبدأ باول حاجة في شابتر بلد. فطبعا عندنا التأسيمة لازم تبقى عارف ان احنا هنطلع عليكم الحمد لله هما الانتيكو اجلانز. ففي عندنا بنقسم الانتيكو اجلانز لبيرنترال وي اورل. لازم تبقى عارف التأسيمة دي. البرنترال في عندنا الانداريكت سرومبين انهيبتورز اللي هما عيلة البارين الهيبارين واللوملكلرويت والفونداباري نوكس. وفي الديريكت سرومبين انهيبتورز دول برضو بيرنترال بيتاخدوا حقا. اللي هما نهايتهم الرودن وتروبان وتران. هي رودن وليبي رودن وبيبالي رودن كلهم اخرهم رودن يا اما تروبان وتران اختصارا لي سرومبين انتاجونيست او تي ار اي ان سرومبين اي ان انتاجونيست. تمام? طيب. اه الاورال في عندنا طبعا اشهرهم او اهمهم الورفرين. في عندنا اللي هم دابيجاترين الاورال بيتر اي انهيبتور اللي هو عيلة الاقصبان الريباروكسبان والابيك سبائن. لو ملاحظين دايما لما بيبقى الدواء ليعلاقه بفاكتورتين لازم بتلاقي في الاسم حرف الايكس. زي الهيبرين اللي مركز على سميناه بارانوكس فوندا بارانوكس. انما الهيبران بقى منه كان سميناه X7 طيب ايه الكلام المهم في كل واحد فيهم بالنسبة للهيبران انا عايزك تبقى عارف عنه ايه انه هو عليه سترونج اسد وعليه دي حاجة عايزين كمان نبقى عارفين عنه انه هو بيتخد ازاي ان احنا بناخده اه انترا فينس او سبكتينيس يبقى بندي انترا فينس او سبكتينيس مهمة جدا المعلومة دي لانه بيعمل هيماتومة تمام اه الميكانيزم اف اكشن انه هو زي ما قلنا بنشط الانتي سرومبين سري بنشط الانتي سرومبين سري اهو فده بيكسر ال عشان كده بنسميه المونيتورينج مهمة جدا في الهيبارين انه هو بعمله مونيتورينج او متابعة بالبارشل سرومبو بلاستين تايم البي تي تي البارشل سرومبو بلاستين تايم اه بالنسبة ليه التوكسيسيتي عندنا التوكسيسيتي او صاد افكس تاعته في عندنا بليدنج الالرجي الكلام المعتاد اه بعض اللي حين ممكن يحصل معي ريفيرسي برقلو بيشي وقصي بروسيز مش مهمين او اهم حاجة او اهم صاد افكس لازم تبقى عارفوا جدا يبقى اهم اتنين صاد افكس ممكن نشوفهم من الهيبارين البليدنج والهيت الهيبارين انديوز سرومبو سيتوبينيا دي بتحصل في بعض العيانين مع الاستخدام الطويل للهيبارين ولو حصلت لازم نتأكد ان احنا العلاج بتاعها ايه بوقف الهيبارين وباستخدم واحد من الدائرة زي اللي هنشوفهم سواء البرينترال او الاورال طيب الكونترال انديكيشن زي بقى نفس الكلام الهايبار سينستيفتي الالرجي او الهيت او البليدنج او اي حاجة ممكن تعمل البليدنج قالك زي ايه الهايبار تنشن الهيموفيليا السرومبو سيتوبينيا البيبتيكالسر اكتف تي بي انتراكريل الهيمرج يبقى اي حاجة ليه علاقة بالنزيف ممنوعة في اننا نستخدم الهيبارين وكذلك زي ما نشوف اي انتكواجلونت ممنوعة في حالات النزيف في الزيادة اهم حاجة اي اوو اتنسها ممنوعة في ايه في الهيت العين اللي جاها بي كده هابيرين انديوز سرومبو سيتوبينيا ممنوعة تديله هابيرين ثاني طيب الانتي دود بتاعه سوري الانتي دود بتاع الهابيرين ايه قالك البروتامين سالفيد مهم جدا يبقى لو ملاحظ في كل واحد او في الهابيرين عرفنا عنه المكانزوهوب olds action مهم جدا اللي هو انه بي نشط الانتي دود بتاعه البروتامين سالفيد المونيتورينج بالبيتي تي كان البليدنج والهات الكونتر الاندكيشنز البليدنج او اي حاجة بريدزبوزنج البليدنج زي التي بي زي ما قلنا او البيبتك أسر او الهوفيليا او السرومبوسيطوبينيا او الهيبرتنشن بجانب الهات طيب اللهم لاكتر ويت هبرن اخوات الهبرن الصغيرين لانهم جايين منه دل حتة منه فسميناهم على اسمه حاجة برين اينوكسا برين دلتا برين تنزا برين الفرق ما بينهم انه هم مور سيف تمام هم سمورة فدول مور سيف مش هيعملوا المشاكل بتاعته يبقى زي هاف ليس بليدنج وليس هات آآ بروبابيلتي طيب بيتاخدوا ازاي بيتاخدوا وبيتاخدوا وانس ديلي او توايس على العكس الهيبرن كان بيتاخد كتير تمام يبقى اهم في رؤيتنا بين اللهم الابتر ويت هبرن اخوات الهيبرن وصغيرون الهيبرن انه هم بيتاخدوا بيتاخدوا مرة او مرتين في اليوم بس اقل بكتير من الهيبرن مش محتاجين اتباعهم بانتظام مش بحث طب اتباعهم برضو بالبيتيتي بس مش زي الهيبرن مش كل يوم لازم اعمله تحليل ال آآ وقلنا مور سيف مش بيحصل معاهم هامروج زي الهيبرن مش بيحصل يعني وليس برضو اللي هو الهيبرن طيب اخر واحد فعلت البريل او الهيبرين ده واحد من الهيبرن برضو او يعني سبتراكت كده من الهيبرن الفكرة بتاعته انه بنرضه بنشط بس مين يعني على فاكتور تين فعشان كده زي ما قلنا سميناه بارين اوكس بارين فاكتور تين الفون ده بارين اوكس بيتاخد برضو زي اخواته كده صغيرين احسن منهم احسن من الهيبرن طبعا او بيتاخد زي ما قلنا احنا فعلين بنستخدم عن متن الهيبرن او 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 زي ما انتشوف دلقاءة الوارفرن والكلام ده كله بنستخدمهم في ايه في يعني في او بتاعها وهكذا او اي حاجة فيها جلطات باستخدم فيها بالذات لو جلطات الاوريق طيب بعد كده قلنا في عندنا مجموعة اللي هما كانوا مين قلنا عيلة الرودن وعيلة التروبان عيلة الرودن وعيلة التروبان تمام اللي عايزك بس تبعي عرف ان البيبال الرودن او الهرودن دول بيتاخدو انجيكشن انترافينوس طيب مهم بقى جدا الارجاتروبان يبقى ده الارجاتروبان ده ايه ده مهم جدا في كل ده ومن دول تبقى عارف المكانيزم الارجاتروبان ده دا اهم واحد نستخدمه في علاج الهد لو عيان بياخد هبارين وحصل له زي ما هو ان علاجه بوقف الهبارين وبدي لو هدي له هيبقى الارجاتروبان طب لو هدي له هنشوف هيبقى اخوله هو تمام ده بيتاخد برضو زيه زي طيب بنسبة للحاجات عندنا الارفرين مهم جدا 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 نفس اهمية الفرق اما بينهم بقى الارفرين قلنا بيتاخد الارفرين بيتاخد الارفرين الارفرين كان بنشط ده بيينهبت فيتامين كي بيينهبت حاجة اسمها الفيتامين كي ابوكسايد ريداكتيز فبالتالي بيينهبت الاكتيفاشن الفيتامين كي اللي هو مهم في تصنيع او في الاكتيفاشن اوف كلوتينج فاكتور يبقى هو بيينهبت الفيتامين كي اكتيفاشن which is essential for اكتيفاشن اوف كلوتينج فاكتور زي هما اتنين وسبعة تسعة وعشرة تمام يعني بيشتغل في ساعتها لكن يقض فترة قسيرة انما ياخد وقت على ما يشتغل لكن يقض فترة طويلة من بعد ما بوقف الدواء شغال اتفقنا هو بياخد وقت لاعلى ما يشتغل على ما جسمك يكون قسر اللي الموجودة وعن ويه حصل طيب او كنا بنتابعه بايه بال خلي بالك الفريق حرف الهبريند او اخواته اللي هو من دوكتور ويتحب الفوندى بارينوكس او بالبت انما الوارفرين بالبت اللي هو الاسم التاني بتاعه او الشكل التاني بتاع التحليل البروسرون بالتايم ده الانترناشنال نرماريز ريشيو الان ار مش عليكم التفاصيلة ديت ان بكل بساطة البي تي والان ار هما واجهلنا عملة واحدة البي تي ده التحليل ذات نفسه ولو ان ار اسمت الرقم بتاع العين على النورمال فبيديني نسبة تمام فالطبيعي النهاية تبقى واحد لما بدي الوارفرين انا بيكون مستني النهاية تبقى اعلى من الطبيعي فبتبقى من اثنين لتلاتة الهبرين كان بيعمل بليدنج والرجي وهيت ده الاهم من الهبرين نفس الكلام هنا بليدنج والرجي لكن انا ما بيحصلش الهت لان الهت دي خاصة بالهبرين هنا بقى مهم جدا انت بيعرف ان هو تيراتوجينيك بيعدل من البلاسينت عشان كده مهم جدا يبقى مين الانتكواجينت اللي بيستخدمه في بريجنانسي الهبرين او اخواته الصغيرين اللي هو من نكتر ويت هبرين علت الحاجة بارين تمام انما الوارفرين ممنوع ممنوع تماما تماما فيه اثناء الحمل طيب بيه حتة مهمة برضو بالنسبة للوارفرين اللي لازم تبقى عارفها الانتر اكشنز بتاعته الدواء ده ابو لامس هنشوف هنا قالك فيه عندنا فاكتورز ممكن تزود لي الاكشن بتاعته قالك زي مين زي الحاجات اللي بتأثر على الفيتامين كي ما هو اساسا بينهبت فيتامين كي فلو حاجة قللت فيتامين كي برودوكشن زي البرودوس بيكتر وانتيبيواتيك او قللت يبقى هتزود الاكشن بتاع الوارفرين انه هتزود ايه كمان قالك لو حاجة عملت له من البلازمو بروتين زي قالك ايه كمان الدواء زي زي نفسه بيه هو ليه بقى بالتالي هيزود لك البيدين في العيان فعشان كده برضو هيزود الاكشن بتاع الوارفرين فهيقدي لي وكذلك ان انا استرود الانتي انفلاماتري عمتا زي الفينالبيوتازون كل دول بيعملوا هاي ببروسترون فبالتالي بيزودوا احتمالية النزيف دول اهم اهم بتزود لك الوارفرين بليدين يبقى ان انا اناقص بيتامين برودوكشن او اقل او اعمل بلازمو بروتين او ادي حاجة زي الازمو طب امال ايه حاجات بقى اللي هتقلل الافكت بتاعه يعني ممكن تعمل قل لك عندنا الكوليسترامين بيقلل بتاعه بتاع الوارفرين من الانتستن الاسترونج بيزود بيزود الوارفرين بيزود الانهيباتيك مايكروزومان انزيم اندك انديوسرز زي الريفان بيزودوا الميتابوليزم بتاع الوارفرين فبالتالي هيقللك الاكشن بتاعه الريفيرسل او الانتدوت بتاعه برضو كمقارنة الهيفرين كان الانتدوت بتاعه اسمه مهم جدا بروتامين سلفيت امال الوارفرين الانتدوت بتاعه هو فيتامين كي او عتنسر خلي بالك دايما بنعمل دول كمقارنة حتى عندكم في الكتاب هتلاقي معمول بينهم وجاء كمقارنة في الجنب اخر حاجة معنا في الجزء بتاعت البلد الورال دايifter احنا اخدنا الانترا او البرينترا اصلا وقلناهم البرينترا كان عيلة الرودم وعيلة الارجاتروبان عيلة التروبان المال الورال هو واحد الدبيغاتران الورال داي spic سرومبيين انهيبتو. دايريكت سرومبيين انهيبتو. في برضو نفس الكلام بنستخدمه. من الامبولزم. من الدي بي تي. ويتريتمت اف دي بي تي. وهكذا. اخر واحد معنا هو الديريكت فاكتور تن انهيبتو. الاورال دايريكت فاكتور تن انهيبتو. اللي لازم يبقى في اسمهم اكس. فدول اخرهم اكسابان. اكتور تن اكتف ان انتاجونيس. اكسابان زي الريف باروكسابان والابكسابان والايدوكسابان. دول انهيبت الفاكتور تن دايريكتلي. تمام? وبنستخدمهم اورالي. عندهم رابط انستو الشورت ديوريشن. وبرضو نفس الاستخدامات بنستخدمهم في الستروك في البريفنشن اوف ستروك في البريفنشن اوف دي بي تي. وغيره. ده بالنسبة لي جزئية البلو. تاني موضوع معنا هيبقى الكارديو فاسكور. وهو شيء من الاربع موضوع الصغيرين والهايبرتنشن واحدة واحدة. في الديوريشن هتلاقي عندكم ان الديوريشن بادوية بتزود. ففي عندنا تلات مجمعات اساسيين بالنسبة لكم اللي هما مين? واللوب ديوريشن والبوتاسيوم سبيرينج او واحدة واحدة. اول مقارنة عندي مهمة جدا ما بين السايزايد واللوب. كامثلة السايزايد هو اسمهم بيبقى فيه كلمة سايزايد. هايدروكتورو سايزاد او كتورو سايزايد. امال اللوب اشهر واحد هو الفروزي معنا. طيب اللي انا عايزك تعرفه عنهم. قالك ان السايزايد منهم مدرد افكاسي. امال وهايبرتنشن. طيب فيه هنا بقى الادفرسي فيكت مهمة جدا وبنسأل فيها كتير. لو ملاحظ اللي اتنين ليهم نفس السايزايد افكس تقريبا. زي يعني ايه? كل الالكتوروية تستقل بسبب السايزايد او اللوب مع عدل فرق في واحد في مين? اللي مذاكر كان الكالسيوم. تعال كده نشوف. يبقى قلنا اللي اتنين يعملولي. هايبو ناتريميا. هايبو كاليميا. هايبو ماجنزيميا. هايبوفوسفاتيميا. طيب قال لك هايبوفوليميا. نيجي عند الكالسيوم. قال لك اللوب قوية جدا فحتى الكالسيوم ينزل فبيحصل هايبو كالسيميا. مع عدل الصايزايد الوحيد اللي يقف قدر يقف قدام مين? الكالسيوم. ده بالعكس بتزود الابزورشن بتاعها فبيحصل هايبر كالسيميا. بجانب اللي اتنين بيعملوا هايبر جليسيميا وهايبر ليبيديميا وهايبر يوليسيميا. تركز لي قوي على موضوعzyst و業ما. كله هايبو 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 مع هذا الكالسيوم. مين اللي بيبقى معايا كمان هايبو كالسيميا? اللوب. مين اللي بيبقى معايا هيبر كالسيميا? السايزايد. عشان كده من دمن الاستخدامات بقى. هاتن قلنا. السايزايد في ميلة و مدرد هارد فيليور هيب vịوتنش. ثم العلوب في السفير, هارت فيليور وا هايبريوتنش. بجانب كده السايزات بيستخدمهم في حاجة اسمها هيبركالسي يوريا زيادة نزول الكالسيوم في اليورين لان هو بيرجعه من اليورين انما اللوب باستخدمه في الهايبركالسيميا زيادة الكالسيوم في الدم لانه بينزله في البود فدي مهمة جدا برضو من دبن الصادفكس المهمة اول لازم تبقى فاكرة الاتنين تيراتوجينيك الاتنين ممنوعين في الحمل تمام؟ والحاجة بقى المميزة لللوب اللي هو كمان ان هو نيفروتوكسيك تمام؟ وبيعمل ده بالنسبة لي الفرق ما بين الصايزايد والولوب. في عندنا تالت واحد اللي هو البوتاسيوم سبيرنج دايروتك اللي عندنا هو اللي هو بنسبة لكم من؟ اللي سبيرون لكتون. اللي سبيرون لكتون قال ك بنستخدمه في إيه اللي سبيرون لكتون بالنسبة لكم هو أهم حاجة عندي بنسبة لي ده اللمDO介ون عند الكيدني. والأل دستيرون دهى اللي عارف من الفيسيولوجي كان بيعمل صديوموتا ريتنشن وبوتاسيوم اكسيكريشن. فلما بوقفوا يحصل بالعكس سوديوم ووتر اكسيكريشن السوديوم ووتر ينزل. فبيحصل هايبو ناتريميا شوية. وبوتاسياب ريتنشن. فاهم سايد افكت او عتنساه انه بيعمل هايبر كاليميا. طيب ده بنستخدمه في ايه? بنستخدمه مع السايزايد واللوب. تكون تر اكت الهايبو كاليميا او تكوريكت الهايبو كاليميا اللي هم بيعملوها. يبقى بيستخدم الاسبارون اللاكتون مع السايزايد او لوب عشان اصح الهايبو كاليميا. بجانب ان هو بيقويهم. تمام? طيب مهم جدا مهم جدا اهم سايد افكت مهمة او بتتسائل او الغايبر كاليميا. تمام? عشان كده بنخلي بالنا ممنوع ان العيان ده ياخد بوتاسيوم سابلمان. طيب ايه كمان? قالك انه بيع لي آآ شبه الاستروجين رينج. فبالتالي بيعمل في الميلز آآ جينيكو مستيا وامبوتنس في الفيميلز منستورال دستربانسز و هيرشوتز مهمة اوى وبنسألها التير. يبقى الاسبرول اكتون عرفنا عنه ان هو بيتاسيوم بيزود البوتاسيوم. ويبنستخدمه مع السايزايد واللوبتو كوريكتر هايبو كاليميا. بيحصل هايبر كاليميا. بيحصل هرمون الهورمون اللي هي في الرجالة تسدي وي آآ الضعف جنسي. و الفيميلز بيحصل بعد كده بعد كده عندنا موضوع الانجينا. الانجينا اللي هي نقص الدم اللي هوصل للقلب. تمام? او ما بين الاكسجن دمانس تاعة الهارت. طيب ودي بيبقى. آآ علاجها طبعا ان انا بدي حاجات تقلل الكارديا كورك. زي البيتا بلوكرز. زي الكالسيا منتشانا بلوكرز. تمام? الاهم بالنسبة لي الدوة اللي احنا بنستخدمه على وهو اوعى تنساه لان ده اللي هنتكلم عليه. يبقى علاج الانجينا بيبقى ايه. بدي حاجات تقلل الكارديا كورك. فبيبقى عندنا الكالسيا منتشانا بلوكرز اللي هما اخرهم ديبين زي ما نشوفهم في الهايبرتنشن. وعيلة البيتا بلوكرز اللي اخرهم اللي اخرهم لول. في جانب دوة مهم جدا اهلا وهو نايتريتس. وده اللي هتكلم عليه. طيب. بيضيف عليهم ساعة كمان الانتي بليتس. تو بريفنت الكونفيرجن لي انستابل او. هو بيمنع انه يحصل غلطة بقى في القلب. تمام? طيب. مهم جدا عندي نايتريتس. كلمة السر في اسمهم نايتريتس نايترو. فبتلاقي ايه ايزو سوربايد مونو نايتريت داي نايتريت راي نايتريت. يعني الكلمة فيها نايتريت. طيب الميكانيزم اف اكشن مهم جدا لازم تبقى عارفه. قالك ان النايتريتس في جسمنا بتطلعوا نايتروك اوكسايد. وده بيزود حاجة اسمها ساكي الجانوزي المنفسفيت. فبيحصل انه يبقى من ينساش بيطلعوا نايتريت اوكسايد. في حالة بيتطلع جسمنا نايتريتس بيطلع على جسمنا نايتريت اوكسايد وده بيعمل 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 في القرونرز بجانب وشوية فبالتالي بيزود للهارد وبيقلل لانه بيقلل طيب مهمة بقى جدا. بتاعته زي ما قلنا بنستخدمه في كل انواع الانجاينا. اهم حاجة عندي ايه هي اللي ممكن تحصل من مهمة جدا وايه ما هتنساها? بيحصل لانه بيعمل زي ما قلنا فالضغط بيوتها. بيحصل وراها هيدك وفلاش وريفليكس تاكيكول. يبقى ما ننساش ايه السايدفكس تاعتها بوش راهيبوتنشن. وي هيدك وفلاشنج اللي هو انوش العين يحمر. يبقى بوش راهيبوتنشن. هيدك وفيش الفلاشنج. يوقع تنسى دول اهم سايدفكس ليه. مشهور برضو عن ده عن بتاعته ان هو ممنوع يتاخد معه السلدنافيل لان السلدنافيل اللي هو ممنوع ان هو يتاخد معه اه اه مع النايتريد لان الاتنين فلما بيتاخدوا مع بعض بيحصل سفير تمام? ده بالنسبة لموضوع طيب بالنسبة بيه لموضوع الهايبوتنشن. الهايبوتنشن هو ان الضغط يبقى اعلى من 140 على 90. تمام? اه اللي احنا عايزينه فيه اه الادوية اللي احنا بنستخدمها في علاج الهايبوتنشن. طبعا احنا بقسمهم زي ما قلنا عندنا اي بي سي دي اللي هما ادوية كلها اخرها بريل آآ كابتو بريل بريندو بريل انار لبريل تاني مجموعة ودي ادوية زي ما قلنا دي ادوية بتانهيبت الانجيو تنسن كونفيرتك انزاين اللي هو بيعمل يعني في النهاية بيحصل فازو ده لتيش. تمام? الانجيو تنسن سيبتور بروكر من اسمهم دول بيقفلوا الانجيو تنسن سيبتور فبرضو نفس الكلام بيبنع الفازو كونستريكشن بجانب اكشنز تانية الانجيو تنسن بيعملها من ضمنها مثلا يعني بيحموا القلب عشان كلا بقى مهمين جدا دلوقتي او الارز. طيب بالنسبة برضو للاسماء عيلة الانجيو تنسن سيبتور بروكر كلمة السر بتاعتهم سارتان. ان اخيرهم سارتان زي صارتان او الفال سارتان. تانية مجموعة بناستخدمها bilba blockers يعني كلهم اخيرهم لول بروبرانولول الاتينولول بي سبرولول ميتو برولول وهكزا. الكالسيو من데�شن بلوكرز زي رقم تلاتة اخيرهم كلهم ديبين. نايفي ديبين املو ديبين الديوريكز زي ما كنا قولي سهائلين. بناستخدمه في لوب اللي هو الفروزيمايد بناستخدمه في السيبير هايبرتينشل. في عندنا كمان اهمهم الهايدرالازين. الهايدرالازين. هنقول اه هنجيب بس اخوض دلوقتي. كلام المهم اللي احنا عايزين نبقى عارفينه في كل وجموعة. احنا خلاصة داراتك اتكلمنا عليهم وعرفنا الفرق ما بينهم سواء او الكلام ده كله. طيب عيلة اهم. زي ما قلنا. اه الاسماء بتاعتهم ايه? كلهم اخرهم. ها بريل. كل عيلة لايس انهيبتور اخرهم بريل. ثانية بس واحدة. كلهم بيبقى فيهم بريل. كابتو بريل لايسينو بريل انالا بريل وهكذا. دي كلمة السر اللي انت تبع عارف ان الدو ده ايه ده دوة انت حيبر تنسف بيشتغل ازاي? بيانهيبت الانجيو تنسين كونفيرتنج انزيم. كلهم اخرهم بريل. طيب الانجيو تنسين سبتور بلوكر. كلهم اخرهم سارتان سارتان لو سارتان فال سارتان تلمي سارتان كاندي سارتان. مش عايزك تقول تحفظ اسمها كلها. انت متحرنا امسا كيو. فبالتالي هنركز على كلمة السر. ان هو اخره سارتان. ده ايه الميكانزم? ده دوة ايه? بستخدمه في ايه? اه او ميكانزم ازاي? بيقفل الانجيو تنسين ريسيبتورز. طيب عندنا كمين زي متلك اهمهم. اهو هنجيبه. الهايدرالازين او او بنستخدمه في علاج. وطبعا لانه بيعمل اه بيعمل في بيحصل كسايد افكت وهيدك ورفليكس تاكيكارديا وفلاش. طيب بالنسبة لي زي ما قلنا كلمة السر في اسموهم كلمة ادبين. نايفي ديبين. املو ديبين. فيلو ديبين. اذا آآ نيكار ديبين. نيمو ديبين وهكذا. يبقى كلمة السر بينهم الديبين. ان كل كالسا متشالن بلوكرز اخرهم ديبين. تمام? زي املو او نايفي ديبين. طيب الميكانزم اف اكشن دول بيبلوك الولتش ديبيندنط كالسا متشالنز. فبالتالي بيقلق على الهارت بيقللو كارديك بروبرتيز على البلات ويساس بيعملو فوازو ديلاتيش. فبنستخدمهم برضو نفس الكلام او او الاهم حاجة ان دول بيشتغلو ازاي بيقفلو الكالسيا متشالنز. زي اسماء هم ايه? اخرهم ديبين. اخر الموضوع معنا في الهارت فيلير. انا عايز نعرف برضو في ايه الادوية اللي بنستخدمها. في عندنا عيلي السايزايد اللوب. ونفس الفكرة السايزايد بنستخدم في المالتو مادرت هارت فيلير. اللوب بنستخدم في السيفير هارت فيلير. تمام? معهم البوتاسيومي سبيرنج. الهايبو كاليمة اللي بتحصل منهم. بنستخدم زي الهايدرالازين. بنستخدم في من عشان نقل كل الكلام ده. اهم ده اهم مجموعة ادوية بتتسائل بقى يعني ادوية هتزود طيب ايه الجروبات اللي عندنا عندي اربع ادوية او اربع مجموعات ممكن تشتغل كاينوترابيك. الديجيتالس او الديجوكسن دول بيشتغلوا على السوديم بوتاسيوم اتي بيز. طيب في عندنا عهلة اللي هما كلمة كلمة سر رينون. ام رينون ومل رينون. كلمة سر رينون. وهنعرف دول برضو الميكانيز. تالت مجموعة الميسال زنسينز اللي هو الامينوفيلن. واخر واحد البيتا اجونستر اللي هو الضبيوتامي. عايز في كل واحد تبقى عارف ايه? اولا نبقى عارفين ان المجموعات دي كلها ايه? دول ايه نوتروبيك ايجنز بنستخدمه في الهارت فيلير. دول ايه نوتروبيك ايجنز بنستخدمه في الهارت فيلير. زي الديجوكسن زي عيلة الرينون زي الامينوفيلن زي نشوف الاول اديجوكسن. اديجوكسن زي ما قلنا الميكانيزم اف اكشن قال لك ان هو بيانهبت حاجة اسمها سوديوم بوتاسيوم هنشوفها ايه? بيزود ميكانيزم الكنتراكتير تحت الهارت عن طريق انه بيانهبت وطوي كول سوديوم بوتاسيوم بدون دخول في تفاصيل يعني بيخلي سوديوم يزيد جوه الهارت وده بيخلي لك الكارديا كنتراكتير تزيد. يبقى ما تاسيوم جوه الهارت. طيب امال. من دامن بقى بقى برضو يا كنتمذكور عندكم عشان بتتسئل ساعات. من دامن المهمة جدا اللي بتحصل منه والجي اي تي دستربانسز. ده من دامن المهمة جدا انه بيحصل منه برادي كارديا. آآ و جي اي تي دستربانسز. تمام? زي ما احنا قلنا بيستخدم فيه الثاني واحدة. طيب الازر اينوتروبيك زي ما قلنا فيه عندنا ايلة الرينون الميكانزم في اكشن احنا عايزينه انه دول بيانهبت الفوسفو دايستريز انزيم. البي دي اي انزيم. زي انهبت فوسفو دايستريز انزيم. البي دي اي انزيم. احنا في كل واحد زي ما قلنا انا عايز اكتباعي فهو اساسا بيشتغل على ايه? الميكانزم بتاعه وبالتالي هستخدمه في علاج مرض ايه? الآن بنتكلم عن الهارت فيلير. وقلنا الادوية اللي لم تتكلم عليه مجموعة الانوتروبيك وركزنا اول واحد وقلنا بيانهبت تاني دو معنا هو علة الرينون الام رينون والاخوه المل رينون كلمة السر اخره رينون دول انهبت الفوسفو دايستريز انزيم فنفس الكلام بيزود لك حاجة جوه الهارت اسمها مش عايز التفصيلة دي وفيزود لك تالت مجموعة معنا اللي هو الاماينوفيلن انا عايز الكلمة الاماينوفيلن الاماينوفيلن ده بيانهبت برضو فوسفو دايستريز انزيم فبرضو بيزود الكارديا كونتراكتيليتي واخر واحد البيتا ااجونست زي الدوبامين والدوبيوتامين دول بنشطه البيتا ريسبتور فبيزوده الكارديا كونتراكتيليتي وده بالنسبة لأهم النقط اللي احنا بيبقى عايزينها في موضوع الكارديو فوسفو. اخر حاجة بقى هنتكلم عليها او هنجع كده مع بعض بسرعة في الفيديو دوت هو الادوية اللي بتستخدم في الهورمونز وانتو عليكم هم مجموعتين ادوية والجلوكو كورتيكويتس واحدة واحدة. اول حاجة عندنا بس لازم تبعرفها الادوية اللي بتستخدم في الديابيتس كان مجموعة قالك في عندنا تلات مجموعة اسية. تمام? رقم واحد طبعا الانسولين. اتنين الانتي داياباتيك الاورال انتي داياباتيك دراجز اللي احنا بلقسمهم تلاتة اللي هما الانسولين سيكريتا جوج ادوية هتزود الانسولين سيكريشن اللي هم عائلة السلفونالورية وعائلة وتاني مجموعة عائلة اللي هما تمام? في عندنا ازرز بقى ودول مش بنسألكم انتم فيهم كتير اللي هو الانهيبترز والجلوكوز ابزوربشن الاكربوز والجلوكاجون لايج ببتايد زي الاجزيناتايد والضايب ببتداء الببتايد اسفور الانهيبتر دول مش عايز بس يعني في هم غير انك تبع عارف الاسمين ان دي ادوية لكن الاساس بتاعي مين? تبعين شوف دلوقتي الانسولين والسلفونالوريز والميجليتنايدز والباي جوانايدز والدليتازونز دول الخمس المجموعات اللي هسألكم فيه طيب بالنسبة للانسولين قالك الانسولين ده بروتين بيطلع من البانكرياز فاحنا عملنا زيه عن طريق الكمبرين دي اني تكنولوجي طيب اللي انا عايزه فيه ايه? قالك اول حاجة الميكانيزم ان هو بيشتغل على الانسولين ريسيبترز فبيعن بين السلميبرين حاجة اسمها جلوكوز رانسبورتر فور فده بيزود جلوكوز ابتكي طيب اللي احنا عايزين نعرفه الاكشنز مهم جدا 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 الاكشنز تاعت الانسولين الانسولين بيعمل ايه قالك بيشتغل على الاربع حاجات الخاصة بيه النيوتريشن اللي هو الكربوهيدريت البروتينز والليبتز والليكترولايز على الكربوهيدريت بيعمل هايبو جليسيميا مهم جدا بيقلل السكر ازاي انه بيزود الجلوكوز ابتيك جوه الخلاية بيزود جلايكو جينيسز وبيقلل جلايكو جينيسز تمام مهم جدا انت بيعرف التلات خطوات يبقى انا بيقلل السكر ازاي بيزود جلايكو جينيسز اصنيع جلايكو جينيسز يقلل تكسير طيب على الليبت بيزود اللايبوجينيسز ويقلل اللايبولسز بيزود اللايبوجينيسز ويقلل اللايبولسز عزان كده تلاحظوا العينين بتاع السكر طيب وان اللي بياخده انسولين يبدأوا بعد ما كانوا رفيعين جدا يبدأوا وزنهم يرض ويملوك. بالنسبة البروتينز انابوليك بيزود الامينو اسد ابتيك. طيب واخر حاجة على ال الالكترولايتس هو بيزود الابتيك بتاع بتقسم فبيعمل هايبوكاليبية مهمة جدا تبقى ريفتة. يبقى اختصارا الاكشنز على الكربوهيدريت هايبوغليسيميا يعني زود الابتيك ويقلل الجليكوجينوسيز زود الجليكوجينوسيز على الليبت بيزود الابتيك ويقلل البوتاسيوم هايبوكاليميا. طيب مهمة بقى عندي الانواع او الاسماء بتاعت الانسولين. في عندنا ثلاث مجموعات مش عليكم انتو التفاصيل اللي كلها انا عايز بس اللي هقولك عليه اللي هو مين الريجولار انسولين اللي هو الشورت الريجولار انسولين اللي هو الريجولار انسولين الانسولين العادي اول واحد عملناه طب الانترميديات الان بي اتش ما تنساش الفرق ما بين الأنواع الإنسولين دي في إيه بياخد وقت دي عما يشتغل وبيقعد فترة دي إيه شغال مش عليك الأرقام ومش بنسألك فيها يبقى أنا عايز ثلاث أسماء ما تنسهمش الربد هو الريجولار الانترميديات ما تنساش تاني الربد أكتنج الريجولار انسل الانترميديات الانبي اتش بنستخدم الانسولين إزاي طبعا انجكشن سبكتينيس أو انترا فينس طيب بنستخدم الانسولين في إيه طبعا فيه الديابيتس من ليتلس طيب وان دايابيتس المهمة أول لازم تبقى أعرفهم أهمهم طبعا 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 والأهم طبعا بدون منازع الهايبو جليسيميا أو ما تنسى أول سايد افكتي يجيب بالك عن الانسولين هايبو جليسيميا تمام بجانب طبعا أرجي وإن كان طبعا قل جدا لأن حاليا ما بقاش فيه عندنا الانسولين من أنيمال سورسوز أهم حاجة ما تنساش أهم سايد افكتي بحصل من الانسولين الهايبو جليسيميا وصحيح علاج الهايبو جليسيميا ببقيه لو عيان جاله هايبو جليسيميا عشان كنات في العملية تذكرت علاج الهايبو جليسيميا إن أنا أبدل العين زي ما قلنا لو كان لسه فيه أورا الجلوكوز طب لو أغمى عليه انترا فينس جلوكوز أو دكستروز لو أغمى عليه ومش لاقي وريد انترا موسكو تمام تمام ده طلع إنسولين من جوا جسمنا تمام فعشان كده نفس الكلام بنستخدمه في ايه مشاكل اللي ممكن تحصل منه ممكن يحصل منه هايبو جليسيميا ممكن يحصل منه هايبو كاليميا المهم بقى جدا بيحصل ويت جين إوعى تنسى بيحصل ويت جين بيزود الوزن تمام يبقى تاعة السلفونالورية هايبو جليسيميا مهمة جدا وبيزود الوزن طبعا ممكن في شوية حاجات تانية زي الإديمة بس بس أنا أهم حاجة عندي بما يوعى تنسى الهايبو جليسيميا وإنه بيزود وعندنا إنه ساعب بعض حالنا ببنستخدمه وما بيجيبش نتيجة إن بكل بساطة البنكرياس خلصا تالت مجموعة معنا نفس العيلة اللي قابليها اسمهم دول شبه السلفونالوري بالزبط يقال لك يعني إيه يعني برضو هيزوده الانسولينت تمام بيزوده الانسولينت فبالتالي هيعمله هايبو جليسيميا هيعمله هايبو كاليميا ممكن يعمله شوية بيجين إيه لازميتهم طب إيه الفرق ما بينهم قال لك إن دول رابط أنص دول بيشتغلوا في ساعة طب كلمة السر أعرف إزاي إن الدول اللي قدامي دوت إن هو طبع العيلة دي من اسمه أخره زي ناتي يبقى عيلة أخرهم كلهم جلي نايد ريبة أو ناتي جلي نايد دول إنسولينت سيكريتا جوج دي أدوية بتزود الانسولينت رابع مجموعة مهمة جدا 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 عيلة مع إن اسم العيلة هو واحد اسمه بس أخلي بالك عشان من فضلك سعب نجيبهم لك الاتنين هو 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 المتفورمن ده اسم العيلة ده اسم الدواء مشي المتفورمن ده إنسولين سينسيتيزر مش سيكريتا جوج ده مش هيطلع إنسولين ده هيحسن شغل الإنسولين بيخلي بيحسن السينسيتيفتي بتاعة الريسيبتور للإنسولين فعشان كده مهم جدا أهم فرق ما بين المتفورمن أو الباجونايت والكل اللي قابلوا الإنسولين أو السلفورنين أو الميجليتنايت they does not produce هايبوغلايسيميا it produces you غلايسيميا يعني إيه الكلام ده يعني ينزل السكر للطبيعي لكن ما يهبط ليش السكر يعني لو السكر طبيعي مش هينزل لكن لو السكر عليه يحاول ينزله لك للطبيعي عن طريق أنه بيقلل الابزورشن بتاعه من الانتستين بيحس بيقلل جلوكونيوجينسيز وأهم حاجة أنه بيحسن السينسيتيفتي بتاعة الانسولين ده مهمة جدا طيب اليوزز نفس الكلام بنستخدمه في طيب 2 دايبيتس زيه زي السلفرنالورية والميجليتنايت أهم بقى حاجة بنسألها بنسأل فيها على البايجونايت أو الميتفورمال السايد ايفكت من المهمة جدا أنت بعرفة السايد ايفكت قالك أول سايد ايفكت مهمة قوي الانوريكزيا ونوزيا والضايرية جي اي تي دستربانسز انوريكزيا ونوزيا والضايرية قالك تاني سايد ايفكت ان اللونج يوز بيقلل تالت سايد ايفكت مهمة جدا وبيتسائل كتير اللاكتك اسيدوزز اللاكتك اسيدوزز العينين اللي بيستخدم الفترات طويلة بيبقوا عرض ان هما يجي لهم حاجة اسمها اللاكتك اسيدوزز ان اللاكتك اسيد يتراكم بس في شرط قالك لازم يكون عنده حاجة من التلاتة دية زي رينال فيلير ليفر فيلير هارت فيلير تاني يبقى مهمة جدا ايفكت بتاعت البيجوانيز جي اي تي دستيربنسز زي الانوريك زيانوز يوميتنج دارية اتنين بيقلل بتاع الفيتان بي تولف تلاتة لكتك اسيدوزز امتى لو العين عنده ليفر فيلير رينال فيلير او هارت فيلير ما تنساش الثلاث من اورجنز حصل فيهم فيلير اخر مجموعة معنا عيلة الجليتازون عيلة الجليتازون وبردو اسمهم فاضحهم بتلاقي اخرهم ايه جليتازون روزي جليتازون بايو جليتازون الميكانزم في اكشن مهم جدا دول بيينهيب بيمسكه في ريسبتور اسمه بابار مش عايز الكلمة انا عايز الاختصار يبقى مين الدول اللي بيحسن الانسولين سينستيبيتي او بنستخدمه فيه وبيشتغل على البابار عيلة البايو جليتازون او عيلة الجليتازون زي البايو جليتازون او روزي جليتازون يبقى الميكانزمة في اكشن تانية عشان بنستقله فيها مين الدول اللي بيحسن شغل الانسولين وبنستخدمه في الضيبيتس وبيشتغل على البروكسيزون بروفيريتور اكتيبيتور بروفيريتور اكتيبيتور سيبتور جاما او البابار عيلة الجليتازون زي الروزي جليتازون والبايو جليتازون. نفس الفكرة زي يوم زي الميتفورم بيحسنه الانسولين سيبتوز الانسولين. وبيقللوا شوية الجلوكوز ابزورشن. تمام? ان هما مين اللي بيعملوا لنا ويت جين وهيبات توكسيستوي هارت ميوكارديل انفاركشن. ده بالنسبة لموضوع الديابيت. اخر موضوع معنا في فيديو النهاردة او في فيديو المراجعة بتاعت المرة دي. انا عايزك تبعي عارف فيها. ازاي بتشتغل ان هي بتشتغل على انترا سيتو بلازميك ريسيبتروز. انترا سيتو بلازميك ريسيبتروز. كل الاستيروز بتدخل جوة النيوكلياي. تمام? اه فبتغير الجين اكسيبريشن. بجانب كده بتشتغل البعض احنا على. طيب. انا عايز بس هنا بالنسبة لنا الاكشنز بقى بتاعتهم. ازاي الكورتزول او الكورتزون بيشتغل. قالك الاكشنز. على الكاربوهايدريد. عكس الانسولين. هايبر جليسيميا. اعكس بقى. يبقى هيزود الجلوكونيوجينيسيز. ويزود الجليكوجينيسيز. تمام? انتي انسولين. مهمة جدا. طب على البروتين كاتابوليك. بيزود البروتين كاتابوليزم. على الفات بيزود لللايبولوسيز. وبيعمل للفات. على الاكترو رايتس مهمة جدا 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 الافكت ده. انه شبه الالدوستيرون. شبه الالدوستيرون فبيعمل سوديو موتر وتنشن وبتاسم يعني بيعمل. ادي مايبورتنشن وهايبوكاليميا. مهمة جدا. يبقى تاني الكورتكويتز الميكانيزم او الاكشنز بتاعته. على الكاربوهايدريد انتي انسولين. يبقى بيرفع الجلوكوس. عشان كده هو في الديابيتس. على الفات على عكس الانسولين. كان لايبوجينيك. وبيعمل الفات. على البروتين على عكس الانسولين. كاتابوليك. بيزود المصل. عشان كده بيدليل. الالكترولايتس كان شبه الالدوستيرون. فبيعمل سوديو موتر في بيعمل ادي مايبورتنشن. وبيعمل فيعمل هايبوكاليميا. على كالك على سين اس بيعمل شوية يوفوريا. تمام? فبيعمل سايكولوجيكال ديستربانسز. اه على الاي بيزود احتماليات الكاتركت. على الاستومك بيقل الميوكس وبيزود الهيدروكاليوكاسد. فبيزود احتماليات البيتكالسر. مهم جدا الاكشن ده انه انتي فيتامين دي بيقل الابزورش متعرفاتها من دي. فبيعمل هايبوكالسيميا. دي تاني حاجة ليه علاقة بالالكترولايتس. يبقى جلوكو كورتيكويتز علاقاتها بالالكترولايتس. هايبوكاليميا وهايبوكالسيميا. هايبوكاليميا وهايبوكالسيميا. مهم جدا اوعى تنساهم. وطالما بيعمل هايبوكالسيميا بممكن يجيب العيان حشاشة في العزام. طيب. الميكانزم اللي بعد كده قالك ان هو ليه انتي انفلاماتري افكت. ده ازاي مهمة اوي ازاي الكورتيزون ليه انتي انفلاماتري افكت. قالك انه بنهيبوكالسيم اسمه فوسفولايبيز اي 2. فده بيقلل تصنيع حاجة اسمها الاراكيدونيك اسد. اللي بستخدمه في تصنيع البروستاجلاندنزوليكوتراينز اللي بتدخل في الانفلاميشن. فمهم جدا. قل. انتي انفلاماتري افكت. عن طريق انهيبوكالسيمي نفسها بتقلل بتقلل بس اهم حاجة هي ازاي انتي انفلاماتري لانها بتانهيبوكالسيم اسم الفوسفولايبيز اي 2. فبيقفل الباب بتاع تصنيع البروستاجلاندنز كلهم. طيب. بجانب انه هو كمان انتي الليرجيكو ايميونو سابريسانت لانه بيقلل الانتي بودي فورميشن والانتيجين انتي بودي ري اكشن عشان كده بنستخدمه مين لي? كانتي انفيلاماتري وكانتي الليرجيكو ايميونو سابريسانت. على البلد مهم جدا الإifeكت بتاعه قلق على البلد بيزود الاربي سيز بيزود البليتليت بيزود اغلوتين فاكتورة الله ده كله بيزاود ده هقولك اه. بيزاود كمان البوليمورفونيوكلير ليوكو سايت بيزود اليوكو سايت قلق لكن على العكس بقى بيقلل مي? اللينفوسايتس والإزينوفيل يبقى بيزود كل حاجة في الدم الاربيسيز والبليتلت والكلوتين فاكتورة والبليتل و لكن يقلل و المونوسايت. طيب استخدامات مهمة جدا السؤال ده. بنستخدم في ايه? طبعا اهم حاجة في في العيان ما عندهش كورتزون فبديله كورتزون من بره. تمام? ممكن كمان نستخدمه في لو عيان جاله فجأة كان عنده وبياخد كورتزون مبرق وفجأة اتعرض لسترس وكان محتاج جرعة زيادة. المهم يعني بنستخدمه في قال لك ايه كمان بنستخدمه طبعا لانه زي ما قلنا هو زي قال لك الروماتيك كاردايتس النفريتك سندروم الروماتيك او الروماتيك او الرسرايتس والجاوتي ارسرايتس. بنستخدمه في قال لك زي البرونكيا الازمة زي الاليرجيك درماتيك والاكزيما زي الانافلاكتك شوك. بنستخدمه كاميونو سابرسيف. زي الكولاجين ديزيز زي السيستيميك لوبوس. تمام? زي الابلاستيك انيميا زي السرومبوس هيتوبينيا زي الالسرايتيف كولايتس. يبقى استخدمناها كأنتي انفلاماتوري كأنتي الاليرجيك واميونو سابرسيف. قال لك ايه كمان؟ بنستخدمه في الشوك والستريس كونديشن لانه انت شوك. بنستخدمه في الهايبر فيتامينوزيز دي. يبقى اهم استخدمات ما نتنساش الجوورتكويت. بنستخدمه في الادسون ديزيز. بنستخدمه كأنتي انفلاماتوري. انتي الاليرجيك اميونو سابرسيف. وكذلك كأنتي فيتامين. انتي هيبر فيتامينوزيز دي. الادفيرس افكت مهمة جدا جدا جدا. مهمة قوي خالص. الجروك كورتكويتز عيوبها. لو قفنا فجأة بعد استخدام طويل ليحصل. قال لك ايه كمان؟ ممكن يحصل قوشنج ديزيز. العكس باب بتاع الادسون. زيادة الكورتزون. يحصل قوشنج ديزيز. لو بيدي لك في شكل منفيس وبفلو هامب. يحصل على بلاك جلوكوز هايبرغلاسيميا. فعشان كده ممنوع في الديابيتس. يحصل على الكالسيوم هايبوكالسيميا. فبالتالي يزود لك الاستيبروسيز والاستيو ماليشيا. يحصل هايبوكاليميا. يحصل ايدي موات جين بسبب الايفكت بتاعه على كأنه قلدوستيرون. بسبب الامينو بيحصل يزود الانفكشن. تمام? بيحصل ميوبسي ومسل ويكنس كل ده بسبب انه هو كتابوليك على البروتينز. بيحصل بيبتك ألصر. لانه بيزود الهيدروكوريك أسد وبيقلل الميوكوس. بيحصل في العين. تمام? طيب نفس الكلام. انا مجرد هنقولهم بقى كامراض. كلك يبقى ممنوع ال fucked withdrawal او sudden withdrawal لانه هيدخلني فيه acute adrenal insufficient. ممنوع في الخوشنج disease ممنوع في الوستيبروسيز, ممنوع في الاستيبروسيز ركز عليها اول حاجات دي. يبقى ممنوع انه ي BLF ممنوع في الوستيبروسيز. ممنوع في ال amendments تمام? ممنوع في الجلوكوما. حسكي? كل دي موانا لاستخدام قال لك اول حاجة طبعا ان انا طول ما انا بستخدم لازم اتابع الالكترولايز ساعة العيان والبلاك جلوكوز عشان البوتاسيوم والكالسيوم والجلوكوز عشان الهايبرغراسيميا قال لك نعمل له عشان اشوف هل فيه ولا ندي له اتابع ضغط العيان عشان الهايبرتينشن ودي له ضاية ريتش ان بروتين زوبوتاسيوم وكالسيوم ولو ان سوديوم تمام ريتش ان بروتين زوبوتاسيوم وكالسيوم لو ان سوديوم عايزين بس اخر حاجة هنعرفها البربراشنز الجلوكوز فيه عندنا شورت اكتنج كلمة السر فيهم كورتيزول او كورتيزون وي او هيدرو كورتيزون يبقى كلمة سر كورتيزون تمام اا الانترميديات الترايمسينولون والبريدنزون واللونج اكتنج الدكساميزازون والبيتاميزازون تمام? يبقى بالنسبة لكم انتم عشان ما نطلق بطوش عشان انتم عندكم بس في الكتاب مختلف شوية الشورت اكتنج هم عيلة الكورتيزون والبريدنزون دول شورت اكتنج اللي اعتبره الانترميديت هو الترايمسينولون واللونج اكتنج اللي اولهم دكسا وبيتا تاني يبقى من الشورت اكتنج اللي فيهم كورتيزون او بريدنزون كورتيزون او بريدنزون الانترميديت الترايمسينولون واللونج اكتنج الدكساميزازون والبيتاميزازون مين فيهم بيستخدم توبيكل الترايمسينولون؟ مين فيهم بيستخدم انهاليشن الدلع البكلو والفلوتي والبيوديسونيت البكلوميزازون والفلوتيكازون والبيوديسونيت أهم حاجة تبقى مفرق من الشورت أكتنج من الانترميدين الترايام سينولون من اللونج أكتنج الديكسا والبيتا من التوبيكل الترايام سينولون ومين الانهيلد البكلوميزازون والفلوتيكازون أو البيودي صناعية ده بالنسبة لمراجعتنا النهاردة أتمنى يا رب تكون مراجعة مفيدة وممتعة عليكم حاولوا على قد ما تقدروا تركزوا في كلامنا نقلتوا أقصيكم خيرا بالكتاب الامسي كيو لازم ضروري تحل كل الأسئلة اللي فيه لأنها مهمة جدا 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 أتمنى يا رب لو الفيديو يعجبكم لايك وسبسكرايب للقناة وعايزة أشوف الكومنتات بتاعكم إن شاء الله بإذن الله بعد الامتحان ربنا وفاكم ردود أفعلكم عاملاء شكرا جزيلا السلام عليكم